اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل زي ما تكلمنا كده قبل من اطلع الفاصل لازم يكون عندنا دايما نميزك تربوية خصوصا في مرحلة تأسيس الاطفال اهم مرحلة اللي بتعتمن بعد كده شخصية الطفل عليها سواء هي تركت فيه شكل ايجابي او شكل سبلبي هو ده الحاجة اللي احنا هنتكلم فيها معاك دلوقتي معانا النهاردة نموذجين من اجمل النماذج السكندرية زي ما انتوا شايفين احنا شغالين معاكم النهاردة جبنا نموذج من سعيد مصر ومعانا النهاردة نموذجين بيشتغلوا على التوازي مع بعض او بيشتغلوا مكملين لبعض تحسن ان انت لو تتعاملت معهم ان انت تتعامل مع نفس الشخصية بالزبط معانا النهاردة استاذة هين تمرز واستاذة بدور تمرز مديرين حضانة واكاديمية لتل تيتشار اكاديمي مش عرفيني النهاردة معانا هنا في الاستوديو خلونا نرحب بيوم استاذة هين دي ازاي الله يسلم حضرتك ازايك الدكتور الحمد لله رب العالمين بخير والله مش عرفيني النهاردة في الاستوديو ربنا يعزك حضرتك منوار الداني استاذة بدور ازايك على النوص بخير والله الحمد لله منوار حلقتنا النهاردة ربنا يخليك مش عرفانا في الاستوديو لقاء جميل واللقاء ممتع جدا بيبتدي معانا النهاردة على ششة قناة الصحة والجمال وفي برنامج حياتنا خلونا كده نبدأ ببداية المسيرة عملنا ايه التعريف بتاعنا احنا مين وبنعمل ايه ايه هي رسالتنا ايه هو حدفنا هو معك استاذة هند رئيس مجلس ادارة حصلة على دبلومة طربوي حصلة على عدة كورسات في عدة مجالات تل جوليفونيكس فونولوجي نور بيان شهادة معتمدة من كلية التربية في التعامل مع زاوية صعوبات التعلم ومحافظة كرآن بالتجويد ليه بقول كل المقدمة دي لان انا بقول ان المفروض ان انا كمجير مكان او مسؤول عن مكان ابقى عندي فكرة عن كل التخصصات دي كميل وده برضو السبب اولا انا لو عندي اي غياب لأي معلم فانا بقوم بدوره وابقى على نفس المنهاج اللي هو بيعمله تاني حاجة ان انا ببقى ملمة بالتطور اللي هو بيعمله وبشتغل معاه يتبقيت يعني تميل يعني انت ابتدتي كده بان انت بتدينا النصايح على طول والله بصراحة الديوف اللي بيدخلوا مع هنا يعني بيوفروا علي بصراحة مسيرة حاجات كتير قوي ان انا ببقى لست هتسأل وحضر حاجات لست هتكلم فيها بلاقي الديف ده حاجة دي نعمل عند ربنا والله ان يكون معانا بيوف فعلا عندها استعداد للنفع وعندها استعداد ان هي تقدم حاجة فعلا ايجابية ما بتقتصرش بالعلم او ما بتقتصرش بالمعلومة ما بتستقصرش بالشيء لنفسها اكيد ده شيء جميل جدا انت طبعا انا كنت لسه هسألك اقولك نصايحك للإدارة التربوية خصوصا في مرحلة رياد الأطفال ايه هي والله الاول بس لازم نقول يعني ايه إدارة انا كمدير انا ايه وظيفتي انا وظيفتي تربوية تعليمية تنشئة ده بخصوص الطفل اعرف الطفل على ذاته ان هو داخل عندي طفل رياض الأطفال لازم اعرفه هو مين يتعرف على ذاته عندي دور مع المعلمات دوري مع المعلمات ازاي ان انا خليهم يواجبوا التطورات لازم ناخد كورسات مستمرة لازم يبقى معنا جلسات عمل باستمرار لازم يكونوا محبين للمجال لهم ما بيشتغلوا فيه فيتطوروا طول الوقت عندي دور مع وليه الأمر هو شريكي في العملية التعليمية مهم جدا دوري مع وليه الأمر وده برضو عن طريق جلسات مستمرة معاهم يفهموا المناهج الجديدة اللي احنا بنقدمها فنكون على تواصل دايما معاهم جميل هيل جدا ده بالنسبة لمفهومي عن الإدارة حلو هيل جدا باحنا كده وصلنا وحنا لسه بنقول يا هادي لمفهوم الإدارة الصحيح ونصايح للإدارة التعليمية اللي هي التعليمية مش الإدارة التعليمية الإدارة اللي هي المختصة برياض الأطفال أو بتنشئة رياض الأطفال نحيب لو رحنا عنده أستاذة بدور وجينا كده قلنا لو حبينا نستكمل كده بجملتين للنصايح اللي هي التربوية سواء لوليه الأمر أو للإدارة التربوية في المؤسسات أو في المراكز اللي هي بتتعامل مع الأطفال أولا بس حيب أعرف نفسي مع حددك أستاذة بدور تمريز مدير عام أكاديمية ليتل تيتشار ومعلمة تأسيس أطفال طبعا هو الفكرة الأساسية للأكاديمية عندنا الطفل طبعا كل ما هو جديد إحنا بنبحث عنه علشان نطور أولا من نفسنا ونفيد مكاننا إن هو طبعا زي ما حددك عارف إن المنهج الجديد مش عايز حضرتك إن أنت بتكتصر على فكرة واحدة أو على طريق التعليم واحد لأ إحنا عندنا كذا طريقة للتعليم من ضمن الطرق دي التواصل إن أنا أكون متواصلة مع ولي الأمر في بيته من خلال مشكلة أعرف حلها إزاي بيبقى دورنا فيه مواصلة أو متابعة ما بيني وما بين ولي الأمر بالإضافة لكده إن إحنا طبعا عندنا التخصصات اللي في المكان بتساعدني إن أنا يعني أعرف أقوم بدور كل حاجة على أكمل وجه طبعا معينا كل التيم كله ليه دور في كل حاجة بتحصل إحنا طبعا بنتكلم بقى لو هنتكلم عن إن أنا عايز أعرف أول مع بداية دخول الطفل عن ذي المكان حتى سن اللي هو البلاي أصغر سن عن ذي أنا بتعامل معاه إزاي أنا مش بتعامل معاه إن هو سن إن هيجي يلعب ويتحرك وطاقة هيطلحها وخلاص أنا بتعامل معاه إن هو الأول بيعرفه من أكون يعني بيعرفني بتدله المفهوم ده إن هو يقدر يتعرف على نفسه وعلى ذاته بنتعامل وبعد كده طبعا دي الفكرة للأطفال كلها بس طبعا بتتدرب من سن لسن بعرف الطفل الصغير إن أنا من أكون إن أنا عندي عيني إن أنا عندي طبعا على أعضاءه على نفسه أو بتتطور لما السن بيكبر إن أنا طبعا بيبقى فيه تواصل بقى أعرفه إن أنا عايش فين المكان اللي أنا عايش فيه أقدر أوصفه البيئة المحطبية كل ده طبعا من خلال التواصل برافو هيل جدا طيب ولية الأمر اللي هي البسيطة وفكرة الحضانات اللي هي البسيطة إزاي إن يحصل تكامل ما بينهم وما بين بعض إزاي إن إحنا نقدر نتواصل مع ولية الأمر البسيطة وخصوصا إن أغلب الحضانات بتكون مثلا في البداية أو في بدايتها لسه طلعة بتبدأ بمكونات بسيطة أو بتبدأ بأدوات بسيطة والله أنا شايفة إن هو الموضوع يعني مش موضوع أدوات أقدمه هو موضوع رسالة أنا بقدم رسالة شكلها إيه لإن أنا السن ده معتمر عندي على الأنشطة اللي أنا بقدمها للطفل والنشاط ده مش محتاج مادييات معنا صور طبعا بتاعة المكان هتبتدي تنزل على الشاشة طبعا إحنا من جمال الصور فقالا ومن يعني حبوها حتى في الأداد والشباب معنا يبتدي ينزلوها على مدار الحلقة من ساعة ما يبتدينا بالنسبة الموضوع إن أنا هعمل رسالتي أنا مش يعني أنا نصيحتي إن هي مش مقتصرة على بس مدييات يعني حضرتك تقدري تعملي رسالتك بطرق مبسطة يعني حضرتك بتشتغلي على الأنشطة حضرتك بتشتغلي على الأنشطة الموجودة عندك عندي الأنشطة دي لها أهداف أنا عندي كل نشاط بقدمه للطفل ليه أهداف أو ليه ثلاثة من الاستفادات كل نشاط بيبقى عبارة عن أنا بستفيد منه إيه أنا بستفيد منه معرفيا أنا بستفيد منه مهاريا أنا بستفيد منه وجدنيا يبقى أنت تقدر يتطلعي من كل نشاط بتعمليه الثلاث جوانب دول هقرب لحضرتك بنموذج مثلا لو أنا بعلم الطفل الألوان الأساسية طبعا دي متوفرة أنا بجيب للطفل الألوان الأساسية بعلمه الألوان الأساسية مثلا الأحمر الأزرق بعلمه الألوان الأساسية ده بالنسبة للمعرفة طب إيه المهارة اللي هو اكتسبها أنا ممكن أقوله أن اللون اللي انت شايفه ده مثلا اللون الأحمر ده موجود في الفكهة كذا موجود في الخضار مثلا موجود في الطماطم اللون الأزرق موجود في السماء أنا بابتجي أربط الناحية المعرفية عنده طيب الناحية الوجدانية بقى لازم نغذي وجدانه طبعا نقوله إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كل الفواكه كان يقدر أنه يخلقها بلون واحد لكن ربنا سبحانه وتعالى لعظمه وعشان هو بيحبنا خلق لنا كل الألوان عشان إحنا نبقى مطفوطين يبقى أنا عندي النموذج الواحد بعمله إيه؟ كل الأهداف بتاعه إزاي عالجنا المشاكل لما هبدأ مع أستاذة بدور وهتستكمل مع أستاذة هيندو برضو إزاي ابتدين أن احنا نواجه المشكلات الأكيد أولية الأمور كان في تواصل بين قوانهم خلال فترة كورونا وخلال فترة الحزر هو والله المشاكل يعني زادت طبعا مع الأعايد في البيت طبعا وما فيش حضونة الولاد طبعا ابتدوا يتوجهوا بقى للوسائل التكنولوجية طبعا زي ساعدت يعني ولية الأمر اتعمل برضو بطريقة مش صح إن أنا أسيب الفترة دي كلها ابني أو بنسي قاعد على الوسيلة دي طول النهار مفيش استفادة منها رجع في مشاكل بقى يعني تواصلنا فيها إن أنا مش عارفة ابني رافض إن هو يذاكر ابني كل ما قلوه طعا نحفظه حاجة مش عايز ابتدى بقى إن المشاكل تزيد وصل إن بقى فيه سمات توحد وطبعا زي مشكلة كبيرة إن أنا أفضل سايب ابني الوقت الطويل ده فطبعا إحنا عدرنا والله الحمد يعني نتواصل وبتدينا إن إحنا نحلوا المشاكل دي من خلال إن يعني حطينا قدنا على المشكلة طيب أستاذ هند إزاي كنا بننظم الجدول أو الأنشطة اليومية بطريقة سهلة وبسيطة داخل المؤسسة يعني الحضانة أو الأكاديمية وبتدينا بعد كده إن إحنا نعلمها الأولياء الأمور والله يوم أولياء الأمور عرفوا من الأول خالص كده إن فيه جدول يومي يعني إحنا مثلا عندنا أول حاجة نظام الحلقة ودي أهم حاجة أنا بنصح بها كل المعلمات إن هو نظام الحلقة ده لإن أنت بتدخلي الطفل الحضانة مش علشان إن هو يتعلم يقرأ ويكتب دي آخر حاجة حاطيك بتعلمها له حاطيك بتعلميه الأول مهارات تانية حاطيك بتعلميه التحدث الاستماع إحنا عندنا كل يوم المهارات دي لازم تكون موجودة يسمع جولي فونيكس يسمع عندنا حاجة مهمة جدا إن أنا ممكن أخرج للطفل الصغير طفل البلاي الحروف عن طريق تمرين مفيد قوي إحنا بقى سمارحلة اكتشاف الموهب آه طبعا الموهبة طبعا الطفل الموهوب ده بيبان من خلال الأنشطة اللي هو بيمارسها لأن أنت عندك أنشطة متعددة نشاط لغوي نشاط حركي نشاط موسيقي الكرآن طبعا بشكل يومي عندك أنشطة مختلفة فبتدي تحط إيدك على الطفل الموهوب مش بندعم بقى الطفل الموهوب ده في مكاننا بس لا إحنا بندعم الطفل الموهوب ده في بيته بصفتك يعني وانت مثلا زي ما بتدعمي الطفل الموهوب في بيته ففيه جزئية بس أنا عايزين نتكلم فيها هو دلوقتي الموهبة بتقتصر أطفال النورمال ولا فيه عندنا مواهب في الأطفال اللي هم الأطفال أو اللي بيعانوا من صعبات نمائية أو مشاكل عموما والله يا حضرتك بتلاقي الناس الموهوبة في النماذج دي بطريقة جميلة جدا لأنه هو الطفل ده فعلا لو اكتشفت موهبته حتطلع منه حاجة مفيدة جدا وهو بيبقى طفل موهوب جدا وزكي جدا وليه العالم بتاعه حضرتك لو دخلت معي العالم بتاعه حتكتشف مواهب جميلة احنا كان عندنا طفل موهبته يعني ممكن يقول علينا حاجة صغير بيعمل اسمه عمر بيعمل نماذج للأشكال عن طريق الحيوانات يعني بيعمل شكل الحيوانات هو عيش في العالم ده فاحنا ابتدينا نده بقى بالأدوات ويشتغل ويطلع بأدق التفاصيل يعني بيعمل شكل ممكن حضرتك لو شفته تقول ده فعلا شكل حقيقي احنا لازم نعمل زيارة بقى للأكاديمية عندك وصورونا بحاجات الجميلة دي أستاذة بدور قوليلي كده بصفتك ان انت متخصصة في جزئية إدارة الأعمال بشكل أكبر فخلينا كده نتكلم عن موضوع المرونة في الأداء والإنتاجية اللي احنا بننقلها للطفل ازاي بتعمله كده أولا بالنسبة لإدارة الأعمال دي هي مالهية يعني بيبقى مش إدارة أعمال مع طفل بس بتبقى أدارة الأعمال من خلال التعامل ان انا بنزل لعقلية التفل ده في التواصل معاه ان انا عرف أوصله ازاي المعلومة طبعا مش بيبقى ان التعامل فيه حدية لا طبعا وطبعا احنا بنستخدم بقى انا بقول العمل كفريق واحد اوه كاتيم وواحد لا عمل كده العمل كفريق واحد تمام ما بين الطفل وما بين المعلم بتاعه يعني بنشتغل كاتيم وورك انا عمل حضرتك بتقولي انا عمل عمل كده على كاتيم وورك واحد ممكن بيشتغلوا في نفس الدهية الوحدة بنفس التفاصيل بتوزعوا الأدوار اكيد بينكم وبين الفريق وما بينكم وبين الأولاد عندنا نموذج حلوة قوي بنسميه little teacher كل يوم بنختار little teacher جديد كل يوم معنا little teacher جديد يعني انا بقول للطفل النهاردة احنا مثلا عندنا مشكلة سيف تنظيم أدواتنا مين الطفل اللي هيتحمل المسئولية دي النهاردة فبيبتدي أطلع طفل قائد هو النهاردة قائد بيتعلم ان هو يتحمل المسئولية دي النهاردة حل من ضمن الأنشطة الجميلة انا حاسين انت بيتكلمي بتقولي الطفل اللي هو صديق البيئة ده وهو تبقى مسك الختام ان احنا هنتكلم على الجزئية دي الجزئية الطفل اللي هو المسابقة الجميلة اللي انت حابين تعملوها وموضوع صديق البيئة اختملنا كده بالفكرة تعلم وتواصل هي بس المسامة احنا هنسمه المسابقة كده تعلم وتواصل هي مش مكتصرة على أطفالنا بس في الحضانة هي الفكرة للحضانات كلها الفكرة دي ان هي المسابقة هي كلمة مسابقة لطفل فعارف ان هي وراها جايزة فأنا دي حاجة بتشجع الطفل وحتفرحه جدا وطبعا ليها دور بقى لولية الأمر ان هي هتتواصل معنا فيها قيل جدا استاذة هند طيب لا انا عايزة كمي بس النقطة دي ان هي نقطة المسابقة طبعا الطفل بيحب ان هو يحصل على جايزة فاحنا بنقول مبادرتنا اللي يتعلم وتواصل احنا هنعمل نموذج هنبدأوا من هنا من اسكندرية كل الحضانات تشترك معنا فيه وتتواصل معنا علشان دي مبادرتين وقمي بجميع الحضانات ان شاء الله طبعا تواصلوا مع حضراتكم على سوشيال ميديا حضرتك تبقى روعي بقى للمسابقة جي ان شاء الله حل رأسنا يشرفنا طبعا انا عرف المحاور بتاعتها وانا عرف الموضوع كله وموضوع مسابقة الدراجات ده هستنى ان شاء الله وانا هشارك معاكم فيه هكيب عجلة من حد ان شاء الله طبعا تشرفت بحضركم معايا النهاردة واتمنى ان الوقت كان يساع اكتر وشكرا للاخراج ولقد ادارة القناة لنا وما اطلحونا مزيد من الوقت ان احنا نلتقي بشخصيات مميزة زي حضرات احنا فعلا عايزين وقت لان احنا عندنا افكار جتيرة يعني ان شاء الله تحياتي تشرفنا بحضراتك سلامي بقى الكل ولادي لتل تيتشر اكاديمي الاولاد كلها المعلمين كلها كل حد يشارك اولياء الامور الناس دي كلها بتتعب معنا كلكم لتل تيتشر اطفالنا الصغيرين شكرا لحضراتكم مسك الختام النموذج الجميل اللي احنا شفناه النهاردة على عهد باللقاء وعلى وعد باللقاء جديد تحياتي ليكم كنت معاكم النهاردة في برنامج حياتنا محمد الشازلي